موسيقى مساء الخير في حكمة قديمة بتقول لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع وإن من أجمل نعم ربنا علينا إننا مش عارفين إيه اللي هيحصل بكرة تخيل كده لو عرفت مثلا عمرك فضله كم سنة أو كم يوم أو عرفت أي خبر وحش هيحصل لك أنت أو حد غالي عليك من غير ما يكون في إمكانك إن تتغير اللي هيحصل فكرة مرعبة صح بس للأسف حصلت فعلا مع حميدة بطل القصة حقيقة النهاردة اللي بعتت تحكي لنا عن حاجات بتشوفها وبعد كده بتحصل سواء بقى معاها أو مع صحابها طب إيه اللي هي شفته وحصل فعلا ولا لأ وبتتصرف إزاي لو شفت حاجة وحشة هتحصل طب هل هي ممكن تمنعها ويا ترى الموضوع ده حصل معها إزاي تعالوا نسمع الحكاية من أولها ونشوف حميدة بعتنة تولينا إيه اسمي حميدة وعندي خمسة وعشرين سنة حكايتي بدأت من وانا صغير لما كانت بتحصل لي حاجة غريبة ما كنتش بفهمها كنت بشوف حاجات كتير من قبل ما تحصل زي ما تكون أحداث فيلم بتشتغل فجأة في دماغي ويبقى أنا الوحيدة اللي شايفاها وسمعاها وبعد فترة نفس اللي شفته بيتحقق بالملي على أرض الواقع في الأول كنت بغلط نفسي وبقولي ممكن بيتهيق لي أو أني كنت بحلم والحلم تحقق ودي حاجة بتحصل مع كل الناس لحد ما بدأت أركز واتأكدت إن اللي بشوفه بيظهر قدامي وانا صحية مش مجرد خيال أو حلم ده مستقبل بعرفه قبل باقي البشر من غير ما يكون لي اختيار باللي بشوفه سواء أحداث حلوة أو وحشة المهم إنها بتظهر فجأة قدامي وبعد كام يوم بتتحقق وكل الناس بترجع تشوف اللي هشوفته وسمعته قبل منهم أحداث يا سالي ساعات بتكون خاصة بتفاصيل حياتي أو خاصة بأهلي وساعات تانية بتكون خاصة بحد من صحابي ومعارفي مش كده وبس ده الموضوع كمان واصل معايا لدرجة إني ساعات بقى عارفة اللي قدامي هيقول لي إيه حتى لو أول مرة تعمل معايا وساعات تانية بتكون الأحداث اللي بشوفها بيني وبن نفسي شبع نشرة الأخبار بشوف قدامي عنايا أحداث كبيرة عن دول وشعوب بتمر بكرسة طبيعية مثلا أو حادثة كبيرة وبعد كام يوم فجأة وأنا بقرأ الأخبار أو بتفرج عن نشرة ألاقي اللي شفته قبل كده ظاهر على شاشة التلفزيون والعالم كله بيتكلم عنه على فكرة عايز أقولك على حاجة يا حميدة في أخبار كتير قارتها إنه فعلا في ناس زيك كانت حالتهم شبع حالتك فما تتخضيش وبيشوفوا كمان تفاصيل هتحصل في المستقبل قبل ما تحصل في كتب ومواقع إلكترونية كتير كتبت عن قصص الناس دول وعمرت كمان معهم انتروفيوز بس عمري ما كنت تخيل إن حد منهم هيبعت لنا هنا في قصة حقيقية بس يا ترى حكيتي بقى الموضوع ده لحد ولما حكيتي صدقوكي تعالوا كامل أول مرة أحكي فيها اللي حوالي كنت وقتها فترة عدادي وحكيت لصحابي ساعتها وإحنا ماشيين في طريق أول مرة بنمشي إني شفت الطريق ده قبل كده وقلت لهم حتى بالأمارة قدام شوية هنلاقي محل اسمه كز وبيبيع كز وبدأت أوصف لهم اللي شفته بكل دقة ومجرد ما شافوا الحاجات اللي أنا وصفتها وحكيت عنها ما صدقونيش قالوا أنت بتتحكي علينا تلاقيكي بس مشيتي من هنا قبل كده ده غير أن فيه حاجات وحشة كنت بشوفها ما كنتش بقدر أحكيها عشان ما يخوفش صحابي أو أزعلهم على اللي هيحصل لهم هما أو أهليهم وكنت بقول خليهم يتفجوا أحسن لإني مش هقدر أحكي لهم أي حاجة زي دي مع الوقت بدأت أبعد عن كل صحابي واخترت أني أبقى لوحدي عشان ما أشوفش حاجة تخص حد أو أزعل على اللي هيحصله واتطر أقوله كنت عارف إن هيحصل لك كل ده بس مرضيتش أقولك عشان ما أخوفكش ده غير بقى إني كنت بخاف أتعلق بحد وأعرف حاجة تخصه وتوجي عليه حتى صحابي لحظوا ده علي لما وصلت لسنوي وخليت دروسي في أماكن بعيدة معرفهاش عشان ما حدش يقولي تلاقي مشيتي من هنا قبل كده بس برضو كنت أول ما بوصل على نصية شارع غريب كنت بعرف أدق التفاصيل اللي في الشارع مرة كنت دخلة على شارع كان فيه قدامي شوية بنات قلت لهم مدوا شوية فيه خناها تحصل دلوقتي لازم نسبق قبل ما تحصل وإحنا ماشيين وفعلا بعد ما مشينا حصلت وفضلت فترة طويلة على كده يا سيلي والغريبة إن ماما كانت بتقولي دي نعمة يا حميد ما تحكيش لحد عليها عشان ربنا ما ياخدهاش منك بس الموضوع كان مرهق جدا بالنسبالي كان بيقلب معي بدوخة وصداعة وأنا شايفة كل حاجة بتتعاد قدامي لحد ما فكرت إن كلام ماما عن إني ما حكيش لحد بدل ما ربنا ياخد الحاجة دي مني وقلت خلاص افتكرت اللي قالته لو اللي بتقوله ماما ده أو كلام عن الموهبة هيخليها تضيع مني يبقى لازم أحكيها لحد ما تضيع وفضلت أحكي للناس كلها قلت يا سالي صحيت لقيت دودة تخينة وطويلة أرصاني ورغم إن جوزي موتها وقلت عادي لقيت بعدها بشوية نفس الدودة ماشي على التسريحة وفيه هنكبوت عا السرير وأنا وجوزي موتناهم بس بقيت بعدها بحلم بالمقابر وبقيت بس مع ستات بيتكلموا ويقولوا البعض هنعمل لها العمل إزاي بقيت أتخنق أنا وجوزي باستمرار وبنكسر في الشقة ولما نهدى ما بنبقاش فاكرين إحنا تخنقنا لي أصلا طب أقولك على حاجة ممكن تستغربيها أكتر لما كنت بشغل الراديو على إزاعة القرآن الكريم كانت المحطة بتتغير لوحدها على إزاعة الأغاني وبتظهر حشرات غريبة بتنتشر في الشقة وأول ما شغل صورة البقرة تموت كلها كأني رشيت مبيت حشري فضل الوضع كده لحد ما رحت ولدت عند أهلي لما رجعت شقتي بعد أسبوع جيت أدخل التوالد لقيته مليان دود أسود رغم أن الشقة كانت متنظفة وريحتها جايبة لآخر الدوني المهم عادة يومين وأنا في شقتي لقيت واحدة بتهزيني بتصحيني من النوم وسمعت صوتها بس ما كنتش شايفاها كانت بتقول لي كانت بتقول لي يا سالي أنت كتير عليكي ابنك وجوزك واختفى الصوت ما حطتش الموضوع في دماغي بعدها بكام يوم جات نفس الست وصحيتني بنفس الطريقة وقالت لي أنا هأزيلك ابنك فضلت تقريبا شهر ما بنامش ولو عيني غفلت أصحى أتطمن على ابن وجوزي وأتأكد أنهما بيتنفسوا لحد ما تعبت سألت شيخ بيعالج بالقرآن ما بياخدش أي فلوس وقال لي معملك عمل وعالجك بالقرآن بس العمل بيتجدد ولما سألته طب العمل معمول بإيه قال لي بمشاكل بينك وبنجوزك لحد ما تتطلق وبعدها ابنك يتعب وتسيب شاقتك وشاقتك تتسكن حاجات وحشة لحد ما ربنا أراد وسافرت أنا وجوزي لشغلة في القاهرة وابن دلوقتي عنده ثلاث سنين بس ساعت بيجي لي حالة رعب على ابني مش عارفة إيه سببها يعني لو هركب مترو أنا وابني بحس إن مخي بيفصل بشوف حاجة وحشة حصلت لابني وهو في المترو زي إن المترو وقع أو قفل عليه مش المترو بس أي مواصلة حتى لو هنزل أجيب حاجة من على أول الشارع مخي ساعتها برضو بيصور لي إن ابني هيتخطف ولو سبته في البيت مع حد أحس إن هو هيقع من الشباك حتى لو متأكد إنهم قفلين الشباك كويس بقيت أخاف أنزل بابني وبقيت بخاف برضو أنزل من غيره بقيت تقريبا قفل علي أنا وابني وبيصعب علي جدا لإنه محبوس وبيكون عايز يخرج يتفسح زي باية الأطفال قولوا لي أعمل إيه لحد هنا وخلصت رسالة حميدة رسالة خوف تخلي الواحد دي يسرح ويفكر طيب لو هو عنده الموهبة دي أو الحاسة دي هيتصرف إزاي طيب هنعتبرها نعمة زي ما أم محميدة قالت ولا هنعتبرها كارثة وابتلاء نادي ربنا نحن نخلص منه طيب هنحكي للناس اللي حوالينا على اللي شفنا هيقولوا علينا مجنين ولا هنسكت ونخبي عليهم بدل ما يقولوا مجنين أو يزعلوا أو يتصدموا طيب يا طرى بقى حميدة فعلا بتشوف وبتسمع حاجات محدش غير بيشوفها ولا بيسمعها من قبل ما تحصل طيب إيه حكاية الستة لاتلعنا هقزي ابنك طيب لو لها بتقولوا صحة وبتحكي هنعمل إيه طيب لو طلع مجرد بقى إيه تهيئات أو هلاوس إزاي طيب بتتحقق على أرض الواقع أسئلة كتير قوي طيب إزاي شافت الشارع قبل ما حد يشوفه طيب ما الدودة والعنكبوت هي وجوزها شافوهم وموتوهم طيب ليه الستة اللي جات كلمتها دي هي ما شافتهاش طيب فيه أمهات فعلا بيقولون الموضوع ده نعمة أو الناس بتقولون الموضوع ده نعمة طيب ما إحنا فيه مننا ممكن يحلم أحلام ويشوفها في الواقع بس بيتعب عشان مش قادر يغير فيها حاجة طيب فيه ناس هتقول علينا إن إحنا مجانين إن إحنا بنتكلم الكلام ده وناس تانية هتقولك ده مش حقيقي هتصدقوا إن حتى هنا في البرنامج إحنا بنتناقش فيه ناس مصدقة إنه فيه ناس كده ودي موهبة أو دي نعمة ربنا مدهالهم يحافظوا عليها وناس تانية بتقولك يا عم ده جنان أو ممكن يكون مرض نفسي وده اللي إحنا بنناقشه هنا في قصة حقي استنونا بعد الفاصل